روى الترمذي من حديث ربيع ابن شيبان أنه يقول قلت للحسن ابن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فالصدق طمأنينة والكذب ريبة هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي رضي الله عنهما فيه تنبيه فيه رسم خارطة طريق للوقاية من ارتكاب الأخطاء لذلك مهم لنا حينما نريد أن نربي أبنائنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك التربية النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الأبناء و يقوم بتوجيههم التوجيه الصحيح و السليم لذلك يجب علينا أولا أن نزرع في أبنائنا قيمة مراقبة الله سبحانه وتعالى بمحبته قبل أن نزرع فيهم قيمة الخوف من الله سبحانه وتعالى و مهم جدا عند ارتكاب أي أخطاء من الأبناء أن يكون قبل ذلك توجيه حتى لا يقعوا في تلك الأخطاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة